من أجل المعرفة واكتشاف الذات يخوض شاب عمر فاروق العوضي تجارب عديدة في شتى مجالات الحياة وذلك من خلال سفره وتجواله بين مختلف الدول وعبر استطلاعه وإبحاره في عالم مواقع التواصل الاجتماعي عمر يجرب شعار أطلقه واتخذه شعلة تنير له طريق العلم والاستكشاف في الأعمال الإنسانية والمجتمعية وغيرها من المجالات أسرار هذا الشاب والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير نشأ وفي عقله صفحة بيضاء اختار أن ينقش عليها بنفسه ما يشاء لا ما يشاء له الآخرون عمر العوضي الذي سلك طريقا مليئا بالتحديات عبر التجربة والاستكشاف بات يستلهم منهما أصول المعرفة فكونت حكمته في هذا السبيل وعشقت نفسه الشغوفة بالسفر والاطلاع التعرف على كل جديد حتى أطلق على هوايته الفريدة فكرة عمر يجرب كالبساطة فكرة التجربة فيني شخصيا في الناس أولا الموضوع هنا مو أنجاز ولا أنك قاعد تسوي أنجاز عشان ترفع راس الناس فيه لا أولا أنك تكتشف روحك لما تتجرب شيء يديد في حياتك فأنت تفتح عينك على أشياء ما كنت حاط بالك عليها أحيانا تجربة تكون تحدي لك محطات عديدة مر بها قيم جليلة سعى من أجلها فالأعمال الإنسانية والمجتمعية وغيرها تأسره لخوض تجاربه الخاصة فيهم لبست الثياب 15 يوم وربعات نفس الثياب قاعدت في جزيرة مهجورة في البحرين لمدة يوم كامل سافرت اندونيسيا شهر كامل في رحلة تطوعية وقاعدت سكنت مع بيت سكنت مع عائلة هناك لما أنت تروحك مرة تروحك تعليم مرة تروحك ناس ما عندهم ما يشربونه ناس أحيانا تروحك مدارس تبني مدارس في دولة أفريقية مثلا هاي المجالات المختلفة وأفضل دايما أن أسوي شيء يديد من لم يجرب فلن يعرف مقدرته ودون العمل لا يتحقق الأمل لذا جعل هذا الشاب المثابرة صديقه الحميم والتجربة مستشاره الحكيم التجربة أنك تبي تكسر بعض القواعد الموجودة في عقلك تقول مثلا أن أنت ما تقدر لا تبي تقنع روحك أنك تقدر فهو كله مثل ما تقول حرب مع نفسك أنك تبي تصير أحسن بالتجربة بالتحدي الإبداع ليست مجرد حروف في حياته بل هي منهج يؤمن به ولطالما صال وجال في ثنياتي معاني هذه الكلمة أتنفس الإبداع والناس الطنزون شنو تتنفس الإبداع بس هو صد جهائل لا تنفسه إذا يوم واحد مر عليه بدون إبداع أحس أني مضايق مكتئب فدايمن كسر الروتين كسر الأشياء التقليدية تفكير بطريقة مختلفة هو اللي أنا أحس أنه عايش عشانه باختياره هذا المجال يتعرف على خفايا ذاته يجرب يتمرد على نفسه ويسبح عكس التيار ليس لشيء سوى أن يعبر عن أحلامه بطريقة مميزة وعن شخصه بصورة غير تقليدية هي خير برهان ومعلم جليل في هذه الحياة التجربة والتي اتخذها هذا الشاب شعارا مهما في حياته فأصبحت اليوم البحر الواسع الذي يستقي منه الخبرة والمعرفة لتلفزيون البحرين صالح يوسف